الحالة الأولى معنا نهاردة عن طالبة الحقيقة الجامعية واحدة وعشرين سنة يا دكتور نادر بتقول كده تشخص عندي كيس أو تكيس بالمبيض والتحاليل بيانت أن عندي مقاومة إنسولين والسكر التراكمي بتاعها خمسة وتسعة من عشر احنا هيتعلمنا محاضرتك أن تقريبا مفروض تكون النسبة النورمل أو النسبة الطبيعية مفروض تكون أقل من خمسة وسبعة من عشر فهي مفروض يعني فيه ارتفاع طفيف مرحلة ما قبل السكر اسمها مزبوطة مرحلة ما قبل السكر زي ما حيك برضو علمتنا والدكتور عاوز يبدأ معاها على علاج من اللوكوفاج هل كده هي تعتبر مريضة أو لا طبعا الخوف من الناس خصوصا المرضى أو الناس صغيرين واحدة طالبة جامعية عندها 23 سنة أو 21 سنة النهاردة ما تعمل بالصدفة تحليل أو ما إلى ذلك وتلاقي أن عندها السكر مرتفع شوية أو مرحلة ما قبل السكر زي ما حيك نهاردة قلتنا ده ممكن يكون بمثابة رعب لهذا العمر أو هذه الفئة العمرية هل فعلا هي النهاردة تعتبر مريضة حيك تقولها هي طبعا أنا أحب أطمنها أني فيه فرق كبير بين تكيس المبيض البسيط ومتلازمة تكيس المبيض تكيس المبيض بيكون تكيس مبيض عادي لا يصحبه أي مشاكل أخرى في الهرمونات قد يكون معا زي ما هي قالت مشكلة مقاومة الإنسولين وده شائع جدا حتى للناس اللي ما عندهاش تكيس في المبيض ممكن نلقى مع زيادة الوزن أو زيادة محيط الوسط بيبقى فيه مقاومة الإنسولين لكن هي بتقول أنه فيه مقاومة الإنسولين لكن ما نعرفش هل هي بتشكو من أعراض أخرى تبين لي أن دي متلازمة المبيض المتكيس يعني متلازمة يبقى فيه مثلا أربع حاجات لازم يبقوا موجودين مع بعض أو يتلازموا مع بعض عشان كده سميناها متلازمة زي مثلا اختلال هرموني في هرمون الزكورة اختلال هرموني في هرمون تنظيم الدورة الشهرية ممكن حاجات تانية زي مثلا بتلاحظ نمو الشعر في الوجه على سبيل المثال لكن بيبقى بالنسبة لها مقلق وبالنسبة لها يعني مش مزريف يعني يهمني جدا أن أنا أعرف برضو أن التشخيص جاهز زي هل بمحد الصدفة ولا فيه اختلال في الدورة عندها فراحت لدكتور النيسا وقال لها لا ده بناء على الصنار اللي اتعامل على الحوض أن فيه تكايس في المبيض فعلى حسب الحالة وعلى حسب الحاجات اللي موجودة في التحاليل بنبدأ العلاج أحب أقول لها أن هي علاج الجلوكوفاش مش معناه أنها هي ده علاج سكر لا فيه ناس ما عندهاش مقاومة إنسولين وبنلقى السكر التراكمي بتاعها كويس جدا يعني ما فيهش أشخيص حتى لمرحلة ما قبل السكر ومع كده يوصف لها الجلوكوفاش الجلوكوفاش لعلاج التكايس المبيض في هذه الحالة بغض النظر عن السكر فمش معناه كده أن هي عندها سكر هي في مرحلة ما قبل السكر حاليا يعني لازم تاخد بلاها يعني هو هيفيدها في النحيتين أن هي هيفيد أن هي لا يحدث تقدم أو تدهور في حالة مستوى السكر ليتقدم إلى النوع الثاني وفي الحالة دي هتاخد أدوية السكر النوع الثاني لكن هذا الغد الوقت ما دخلتش في النوع الثاني فأنا أحب أطمئنها الجلوكوفاش اللي مديه الدكتور علشان المبيض المتكايس ده بينظم الدورة وده بيساعد على كمان حدوث الحمل عند الزواج وبالمناسبة لما بيحدث الحمل في حد أو في واحدة عندها المبيض المتكايس بنستمر على الجلوكوفاش حتى نهاية الحمل مش بنبطل علشان نضمن انتظام الهرمونات حتى أثناء الحمل فأنا بطمنها بقول لها الجلوكوفاش ده مش عشان السكر لا ده علشان تنظيم الدورة عندها وعلاج المبيض المتكايس بشكورك دوكتور نيدر يعني أظن دوقتي فعلا هي اطمئنت لأن بنسبة كبيرة فكرة المتابعة بتهالي في هذه الحالات أيضا مهمة وضررية دوكتور نيدر طبعا ترجمة نانسي قنقر